السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب مدرسة المناهل الدولية أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من مادة الاجتماعيات للصف السابع سنلتقي معكم اليوم بدرس من كتاب التاريخ بعنوان الدولة الأموية في الأندلس طبعا كنا قد تحدثنا عن الأدوار السياسية التي مرت بها الدولة في الأندلس أو الدول العربية والإسلامية في الأندلس تكلمنا عنها سياسيا في عصر الولاة والإمارة والخلافة وعصر الطوائف ومن ثم تحدثنا عن دولة المرابطين والموحدين وكيف انتهت هذه الدولة اليوم سنوجز كل ما تحدثنا عنه من خلال المنجزات الحضارية لهذه الدولة فسيكون عندي محورين مهمين المحور الأول وهو الأوسع والأشمل والذي سوف نتحدث به عن المنجزات الحضارية للعرب في الأندلس ماذا قدمت هذه الحضارة الإسلامية للعالم والأوروبا ولكل البشرية من منجزات ومن ثم سوف نتحدث كيف أثرت على البيئة المحيطة بها كيف أثرت على الحضارة الأوروبية الحديثة إذن أعزائي الطلاب وبالعودة إلى مفهوم الحضارة أو مصطلح الحضاري نقصد بهذا المصطلح بأن الحضارة هي كل ما وصل إليه الإنسان من تطور وتقدم في كافة المجالات سواء في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو المجال الثقافي عبر العصور إذن الحضارة هي كل تطور وتقدم حققه الإنسان طبعا وكان للحضارة الإسلامية وللعرب الدور الأكبر ودور كبير جدا في إثراء هذه الحضارة الحضارة الإنسانية والحضارة البشرية في كافة المجالات سواء في الطب أو الزراعة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والكيمياء والرياضيات والفيزياء إذن في كافة المجالات الحضارية كان للمسلمين وللعرب دور كبير جدا وبصمة فعالة في تاريخ هذه الحضارة طبعا كل هذه المنجزات الحضارية التي وصل إليها المسلمون كانت بوابة ومقدمة وعتبة للأوروبيين لكي ينطلقوا بنهضتهم وحضارتهم الحديثة إذن النهضة الأوروبية والحضارة الأوروبية والتقدم الذي نراه الآن في أوروبا كان مبنيا على أسس حضارية أو منجزات حضارية حققها المسلمون والعرب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في المحور الأول وهو المحور الأساس في هذا الدرس وهو الأوسع وفيه سوف نفصل بالحديث عن المنجزات الحضارية للمسلمين والعرب في الأندلس سوف نتناول العديد من هذه المنجزات وهذه المجالات منها مجال الطب سوف نتحدث عن أبرز الأطباء وأبرز منجزات العرب في هذا المجال سوف نتحدث أيضا عن الزراعة عن البناء والهندسة وفن العمارة وبناء المساجد والقصور والحدائق سوف نتحدث عن المكتبات والمكاتب والشعر أيضا النثر في مجال الأدب سوف نتحدث عن النحو أيضا في مجال اللغة العربية وعلم الفلك والتاريخ والجغرافيا وأخيرا سوف نتحدث عن الموسيقى والفن أو الفنون التي ظهرت في الأندلس إذن عزائي الطلاب سنحاول أن نلقي الضوء على أبرز المنجزات الحضارية للعرب في هذه المجالات والتي سوف نبدأ بها بمجال الطب كما نعم عزائي الطلاب بأن علم الطب كان متطورا ومتقدما عند العرب المسلمين ولا سيما في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية فكما ذكرنا لكم مما سبق بأن أول مشفى بنية في العالم كان في مدينة دمشق في العاصمة الأموية ونكون بذلك سبقنا أوروبا التي عرفت أول مشفى لها بعد حوالي 700 عام حوالي 7 قرون في مدينة باريس من خلال هذه المقارنة نلاحظ مدى التطور والتقدم الذي وصل إليه العلماء المسلمون والعرب كذلك الأمر أعزائي الطلاب كان في الأندلس في الحضارة الإسلامية في الأندلس فكان التطور والتقدم أيضا يشهد له فكتب أحد المؤرخون الفرنسيون الذين زاروا قرطبة وزار أحد مشافي قرطبة فكان يتحدث عن مدى الجمال والتنظيم وانبهاره بمدى الدقة والعناية في هذه المشافي في مشفى قرطبة فتحدث عن تقسيم المشفى إلى أقصام تبعا للأمراض تحدث عن وجود الصيدلية الألبس البيضاء النظيفة الأسرة المنظمة إذن تحدث عن العناية في هذه المشافي في مدينة قرطبة وبهذا أيضا نستنتج ونستنبط مدى التطور أيضا الذي كان حاصلا في الأندلس في مجال الطب طبعا العلماء والأطباء الذين برزوا في هذا المجال في الأندلس اعتمدوا على ما وصل إليه الإغريق في مجال الطب ومنجزاتهم الحضارية حيث أنهم ترجموها إلى العربية واستفادوا منها حيث اعتمدوا أيضا على مبدأ تشخيص الأمراض ووصف الأعراض ووصف الدواء لهذه الأمراض من خلال النباتات التي كانت محيطة بهم في بيئتهم التي استخلصوا منها العقاقير والأدوية لعلاج هذه الأمراض طبعا من أبرز الأطباء الذين برعوا وبرزوا في هذا المجال في الأندلس كان عندنا أبو القاسم الزهراوي هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الذي ولد في مدينة الزهراء وعاش في مدينة قرطبة وفيها طبعا درس وتعلم الطب والجراحة وذكره أبو حزم في كتاباته وعده من أعظم أطباء الأندلس ويعتبر أيضا من أعظم الجراحين في العالم الإسلامي حيث أنه وصف بأبي الجراحة الحديثة تخصص الزهراوي في علاج الأمراض بالكي كما أنه اخترع العديد من الأدوات الجراحة التي استخدمت في العمليات الجراحية التي سأعرض عليكم بعض المخطوطات التي في هذه الأدوات طبعا من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف هذه بعض الأدوات الجراحية التي اخترعها وابتكرها أبو القاسم الزهراوي والتي ما زالت تستخدم إلى الآن إلى الآن تستخدم هذه الأدوات ولكن بشكل طبعا مطور ومحدث طبعا كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف يعتبر من أهم الكتب التي ألفها أبو القاسم الزهراوي هي موسوعة طبية تتألف من حوالي 30 مجلدا جمع فيها العلوم الطبية والصيدلانية وطب الأسنان والولادة ووصف الأمراض بطريقة التشريح كما أنه طبعا تحدث عن الأدوات الجراحية والعمليات الجراحية في هذا الكتاب ظل هذا الكتاب يستخدم كمرجعا حوالي 5 قرون في أوروبا حوالي 500 عام وهو من أهم المراجع في علم الطب في الجامعات الأوروبية والمشافي الأوروبية طبعا من منجزات أيضا أبو القاسم الزهراوي بأنه أول من اكتشف الطبيعة الوراثية لمرض الناعور أول من توصل إلى طريقة ناجحة لوقف النزيف كما أنه أجرى عمليات صعبة في شق القصبة الهوائية أول من صنع خيطانا للخياطة خياطة الجروح من أمعاء القطط أول من بحث في التهاب المفاصل والسلف في فقرات الظهر أول من استعمل القطن كما أنه أول من صنع اللاسق الطبي للجراح الذي ما زلنا نستخدمه إلى يومنا هذا طبعا هو من أعظم أطباء المسلمين في الأندلس أبو القاسم الزهراوي ومن أشهر أطباء في الأندلس أيضا عندنا الطبيب ابن زهر الإشبيلي المولود في إشبيلية هو أبو مروان عبد الملك بن زهر الإشبيلي طبعا درس الطب على يد والده الذي كان يعمل أيضا طبيبا ودرس الأدب والفقه ومعروف أنه من أعظم أطباء الأندلس حيث أنه بحث في العديد من الأمراض كأمراض الأذنين والفم والأسنان والعيون وأمراض الرقبة والقلب وأنواع الحمى والعديد من هذه الأبحاث طبعا ألف أبن زهر حوالي سبعة كتب في الطب لكن لم يصل إلينا منها إلا ثلاثة مع الأسف من أشهره كتاب التيسير في المداوى والتدبير وأيضا ألف كتاب الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد بحث فيه الطب النفسي كما أنه ألف كتاب الأغذية والأدوية الذي ترجم إلى اللغة اللاتينية طبعا ظلت أوروبا تستفيد من كتب وعلم هذا الطبيب العظيم حتى القرن السابع عشر كانت كتبه مرجعا في الطب في أوروبا أشهر لماء أيضا عندنا ابن البيطار عالم النباتات الشهير والملقب بمؤسس علم الصيدلة ولد ابن البيطار في مدينة ملقة في الأندلس في أواخر القرن الثاني عشر وتوفي في مدينة دمشق يذكر بأن ابن البيطار أخذ علومه عن الكتب اللاتينية وأنه سافر إلى اليونان حيث أنه عاش هناك حوالي سبع سنوات طبعا قدم ابن البيطار منجزات مهمة جدا للبشرية في علم النباتات وعلم الطب من أشهر طبعا كتبه كان كتاب الجامع في مفردات الأدوية والأغذية في هذا الكتاب المؤلف من أربعة مجلدات قدم ابن البيطار حوالي 1400 دواء لأمراض مختلفة هذا الكتاب طبعا كتب باللغة العربية ولدرجة أهمية هذا الكتاب ترجم إلى عدة لغات منها اللغة الفرنسية والألمانية والتركية والغريقية إذن ابن البيطار أيضا يعتبر من أهم العلماء الذين اشتهروا في الأندلس في مجال الطب والنباتات والصيدلة إذن هذا كل ما يتعلق بمجال الطب وأشهر الأطباء في الأندلس نأتي الآن إلى مجال آخر وجديد وهو مجال الزراعة كما نعلم بأن العرب الذين أسسوا هذه الحضارة في الأندلس جاءوا من بيئة زراعية من بيئة فيها زراعة مزدهرة لذلك نجد بأنهم ساهموا في تطوير أيضا الزراعة من خلال استصلاح الأراضي وتشفيف المستنقعات وتطوير شبكات الري والسقايا كذلك الأمر ساعدهم على هذه الأمور وعلى تطوير الزراعة بأن الأندلس ذات بيئة زراعية مناسبة فيتمتاز بيئة المناخ المناسب والتربة الخصبة ووفرة المياه نجد الأندلس بأنها شبيهة جدا بمناخ بلاد الشام فهي ذات مناخ متوسطي لذلك توفرت نفس المقومات المتوافرة في بلاد الشام لإزدهار الزراعة أيضا قام العرب في الأندلس والمسلمين بإدخال أنواع جديدة من الزراعات لم يكن يعرفونها في أوروبا كما أنهم اشتهروا بزراعة الحبوب والأشجار المثمرة كالتين والعنب والتفاح والبرتقال وهذا مثال عن حديقة لأشجار البرتقال نجد التنظيم وشبكات الري في أحد القصور في الأندلس بالإضافة لذلك اشتهر العديد من العلماء الذين برزوا في هذا المجال الذين أضافوا على علم الزراعة ومن أشهرهم كان رشيد الدين الصوري الذي ألف كتاب الأدوية المفردة طبعا أدوية لمعالجة النباتات والأشجار من الأمراض والحشرات وإلى آخره أيضا عندنا يحيى بن العوام وله كتاب سماه كتاب الفلاحة ويعتبر أيضا مرجع مهم في علم الزراعة وعلم النباتات والمحاصيل الزراعية هذا كل ما يتعلق بمجال الطب وأشهر الطباء في الأندلس ننتقل الآن إلى مجال جديد وهو مجال الزراعة كما نعلم بأن معظم الذين ساهموا في تأسيس الحضارة من العرف في الأندلس جاءوا من مناطق زراعية من مناطق مزدهرة في الزراعة لذلك عملوا على تطوير الزراعة في الأندلس من خلال زيادة الأراضي المزروعة استصلاح الأراضي الزراعية والري ومد شبكات وشبكات الري والسقايا بالإضافة إلى تجفيف المستنقعات طبعا العوامل أو الأمور التي ساعدت العرب في هذا المجال بأن الأندلس ذات بيئة زراعية مناسبة حيث أن الأندلس مثلا تمتاز بمناخ مناسب فهي شبيهة بمناخ بلاد الشام ومصر ومنطقة متوسطية كذلك الأمر إذن فيها المناخ المناسب بالإضافة إلى وفرة المياه اللازمة للزراعة أخيرا عندنا خصوبة التربة إذن توافرت فيها مقاومات الزراعة ثلاثة مناخ مياه وتربة لذلك ساعدت العرب على ازدهار وتطوير الزراعة من خلال طبعا المحاصيل التي زرعوها كالحبوب والقمح والشعير بالإضافة إلى الأشجار المثمرة كالتين والعناب والتفاح والبرتقال والزيتون اليوم الأندلس تعتبر من أو إسبانيا عفوا تعتبر من الدول المتقدمة في العالم بإنتاج زيت الزيتون طبعا ويعود الفضل إلى إنجازات أجدادنا العرب الذين ساهموا بتطوير الزراعة في الأندلس طبعا من أشهر العلماء الذين برزوا في الأندلس في هذا المجال في مجال الزراعة عندنا رشيد الدين الصوري الذي ألف كتاب الأدوية المفردة عندنا أيضا إحيى بن العوام والذي ألف كتاب الفلاحة ويعتبر من أهم المراجع أيضا في هذا المجال ونأتي الآن إلى المجال الثالث والذي يتحدث عن العمارة والبناء والهندسة طبعا العرب والمسلمون اهتموا بأنواع العمارة المختلفة سواء كانت المدنية كالقصور والمدن والحدائق أو العمارة الدينية كالمساجد والمدارس أو العمارة العسكرية كالقلاع والحصون والثغور بداية طبعا العرب نقلوا معهم هذه الثقافة بدخولهم وفتحهم للأندلس فأيضا اهتموا في الأندلس بتأسيس المدن ومن أشهر المدن التي أسسوها هي مدينة قرطبة كما نراها هنا هذه قرطبة اليوم كما تظهر لكم في الصورة وعندنا أيضا مدينة الزهراء وهي فرع من مدينة قرطبة وعندنا أيضا مدينة الزاهرة طبعا هذا مثال عن بعض المدن التي أسسها المسلمون طبعا لنتحدث قليلا عن مدينة قرطبة وعزائي الطلاب مدينة قرطبة كانت تتألف من خمس مدن أو هي عبارة عن تجمع خمس مدن كل مدينة يحيط بها سورها الخاص لحمايتها طبعا وكل مدينة فيها كفايتها من الأسواق والمحال التي تكفي حاجة السكان في هذه المدينة في تلك الفترة مدينة قرطبة بلغ عدد سكانها في عهد عبد الرحمن الناصر حوالي نصف مليون نسمة وكانت المدينة الثانية على مستوى العالم حيث أن أول مدينة كانت على مستوى العالم هي مدينة بغداد ثلاث مليون نسمة ثلاث ملايين مدينة بغداد أما مدينة قرطبة فكانت نصف مليون وهي المدينة الثانية على مستوى العالم يعني أكبر مدينة في العالم مدينة بغداد الثانية مدينة قرطبة المدينة الثالثة كانت شبيلية أيضا مدينة إسلامية إذن أكبر ثلاث مدن في العالم كانت هي مدن إسلامية وهي بغداد وقرطبة وأشبيلية في تلك الفترة كانت قرطبة تتألف من 28 حيا ضاحية كلها طبعا مهندسة بشكل رائع شوارع التفصل بين هذه الأحياء وهذه الضواحي لسهولة الوصول إلى كافة أجزاء المدينة كانت في تلك الفترة مدينة قرطبة مبلطة بالكامل شوارعها ذات مبلطة بالكامل كما أن شوارعها كانت تضاء ليلا في تلك الفترة بينما كانت أوروبا غارقة في الظلام في ظلام الجهل والتخلف ومستنقعات من التأخر كانت قرطبة مضاء ليلا في تلك الفترة إذن إلى الآن علما ذكرت لكم أن قرطبة بلغ عدد سكانة نصف مليون نسمة في تلك الفترة الآن عدد سكانة حوالي ثلاثمائة ألف نسمة يعني تراجع عدد سكانها عن ذاك الوقت إذن هذا ما يخص مدينة قرطبة عزائي الطلاب التي كانت مثال يعني عن المدن الإسلامية المتقدمة والمتطورة طبعا كانت أيضا مدينة ذات أهمية اقتصادية وصناعية وعلمية جامعة قرطبة كانت معروفة في أوروبا بالكامل كان ملك إنجلترا يرسل إلى عبد الرحمن الثالث يترجع أن يقبل ابنته في جامعة قرطبة ويختم رسالته بخادمكم المطيع شارلز أمير إنجلترا ملك إنجلترا إذن هكذا كان الوضع في المدن وهكذا تم المسلمون بالعمارة المدنية في الأندلس نأتي الآن أيضا إلى عمارة المساجد العمارة الدينية تحدثنا عن مسجد قرطبة في الدرس الدولة الأموية في الأندلس كما تذكرون عندما تحدثنا كيف عبد الرحمن الداخل أسس هذا المسجد مع الأسف اليوم تحول المسجد إلى كاتدرائية وكان يعتبر ثاني أكبر مسجد في العالم بعد المسجد النبوي طبعا هذه صور من داخل المسجد وكنت قد عرضتها عليكم منذ قبل نأتي الآن أيضا إلى من فروع البناء عندنا بناء القصور وأهم القصور كان قصر الإمارة بقرطبة وعندنا قصر مهم جدا هو قصر الحمراء إنه قصر الحمراء الذي يعتبر واحدا من أروع القصور في تاريخ العمارة الإسلامية ومن أعظم وأروع الآثار الأندلسية الباقية وهو من معالم طبعا مدينة غرناطة الأثرية طبعا هذا القصر بني في القرن الرابع للهجرة وكما سنرى الآن الصور من القصر هي صور حديثة تصور لنا برك المياه وتداخل الحدائق وشكل القاعات والممرات والأفنية هذا القصر هو تحفى فنية رائعة فعلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكأن هذا القصر طبعا أريد أن يحاكي تخيل المسلم لجنات الله عز وجل طبعا وللجنات ربي المثل الأعلى ولكن أسقطوها على الأرض بالإمكانيات المتوافرة من خلال تداخل المياه نجد المياه في كل زاوية من زوايا القصر متداخلة مع النباتات بشكل جميل جدا وكأنهم جسدون آيات الله على الأرض من قوله تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فحرصوا على أن تكون المياه تجري من تحت هذه الحدائق وهذه النباتات طبعا بالإضافة إلى العديد من الزخارف التي تظهر على جدران هذا القصر وعليها الآيات وعليها كلمات الله عز وجل ومنها طبعا بعض الآيات ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أيضا نقشت كثير على الجدران لا غالب إلا الله هنا نجد في هذه الصورة عزائي الطلاب نافورة الأسود أو ساعة الأسود والتي تجسد فيها 12 أسدا موزعا بشكل دائري على هذه البركة كان كل ساعة تخرج المياه من فم أسد ثم في الساعة التي تليها يخرج من فم الأسد الذي بجانبه طبعا هذه النافورة تجسد دقة لا متناهية في علم الميكانيك وصناعة الساعات طبعا عندما جاءت بعثة أثرية أسبانية لتنقب أو تستنتج كيف تعمل هذه النافورة قاموا بتعطيلها مع الأسف واليوم تخرج المياه من أفواه الأسود كاملة في نفس الوقت يعني تعطلت وتخربت مع الأسف هذه النافورة بفعل بعثة أثرية لأنهم أرادوا أن يستدلوا على طريقة عمل هذه البركة أو هذه النافورة يعني كانوا في درجة كبيرة من التقدم في علم الميكانيك هذه الآيات وبعض العبارات التي كتبت على جدران هذا القصر انظروا إلى هذه اللوحة الفنية الرائعة يعني لا يوجد زاوية من هذا القصر إلا وهي لوحة فنية جميلة جدا 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 طبعا أيضا من المجالات التي سوف نتحدث عنها هو المكتبات والمكاتب من أشهر مكاتب التي كانت موجودة في الأندلس عندنا مكتبة قرطبة ضمت على 400 ألف مجلد وهي مكتبة واسعة جدا عندنا أيضا مكتبة الحكم المستنصر ومكتبة المنصور بن أبي عامر ومكتبة عائشة بنت أحمد القرطبية طبعا معدد فقط أسماء المكاتب لن نطيل لأن الدرس فيها كم كبير من المعلومات والمنجزات الحضارية للأندلس لا تكفي ساعات ولا أيام لنتحدث عنها إذن أهم المكتبات كما ذكرنا أو المكاتب مكتبة قرطبة ومكتبة الحكم المستنصر أهمها كانت مكتبة قرطبة التي ضمت 400 ألف مجلد وكتاب ننتقل الآن إلى مجال الشعر كما يقال بأن الشعر هو ديوان العرب ومن أفصح من العرب لسانا لذلك دائما ما اشتهر العرب بلسانهم الفصيح ونظمهم للشعر فلذلك برز الكثير من الشعراء في الأندلس ومن أشهرهم كان ابن زيدون بأشعاره وابن هاني الأندلس أيضا طبعا تأثر شعرهم بجمال الأندلس وبالطبيعة الخلابة في الأندلس مما أثر على ظهور فن جديد ونوع من الشعر الرقيق لطيف الوزن الذي سمي فيما بعد بالموشحات أو الموشحات الأندلسية طبعا هذا الفن ظهر في الأندلس ومن ثم انتقل إلى الشرق حتى ظهر واشتهر أكثر شيء في مدينة حلب كما نعلم حلب هي مدينة مشتهرة بالموشحات ولكن أصل هذا الفن يعود إلى الأندلس هذا الفن الأدبي هذا الفن في الشعر يعود إلى الأندلس كما قلنا بأنه شعر لطيف الوزن ورقيق المعنى متأثرا طبعا تأثر بطبيعة الأندلس الخلابة التي أثرت على أشعارهم وعلى فنونهم طبعا وآدابهم أيضا ننتقل إلى مجال سادس وهو النثر لنرى بعض النصوص النثرية التي ظهرت في أهم الكتب والمؤلفات عند ابن عبد ربه في صاحب كتاب العقد الفريد وابن حزم أيضا له كتاب طوق الحمامة وهو من أشهر المؤلفات في النثر كتاب طوق الحمامة التي جمعت أقوال وما قيل عن العرب وهو كتاب هذا مخطوطة من كتاب طوق الحمامة عندنا أيضا في المجال السابع وهو مجال النحو الذي يتحدث طبعا عن قواعد والصرف في اللغة العربية من أشهر ما كتب وألف في هذا المجال ابن مالك وهو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي عرف طبعا بابن مالك اختصارا لإسمه هو من أشهر علماء اللغة وهو أعظم نحوي القرن السابع الهجري ولد في الأندلس ومن ثم هاجر إلى الشام واستقر بدمشق وضع مؤلفات كثيرة طبعا كان من أشهره هي ألفية ابن مالك وهي عبارة عن متن يضم جميع قواعد النحو والصرف العربي في منظومة شعرية يبلغ عدد أبياتها حوالي ألف بيت وتعود أولى بوادر اهتمام العرب بعلمي التاريخ والجغرافيا يمكن أن نقول كان العرب يهتمون بالتاريخ لمعرفة الأنساب والاهتمام بالأنساب لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادي عشر للهجرة زاد اهتمامهم بالتاريخ لمعرفة أخبار الرسول وتوثيق أعماله وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم والمعارك والفتوح لذلك ظهر في التاريخ ما يسمى بالمغازي والسير السير التي اهتمت بدراسة حياة الرسول أما المغازي التي اهتمت بدراسة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا العرب نقلوا معهم هذه الاهتمامات بهذه الأنواع من العلوم لذلك اهتم العرب في الأندلس بالتاريخ بكافة أنواعه كالتواريخ العامة أهم الأحداث التي سجلوها بالإضافة إلى سجلوا الأنساب وأخبار المشاهير والأعلام ونقصد بها هنا العلماء مثلا كانت هناك كتب الطبقات التي تتحدث عن علماء الرياضيات مثلا أو علماء الأطباء أو تتحدث عن علماء الحديث أو الفقه أو إلى آخرين فإذا اهتموا بحفظ سيار هؤلاء المشاهير والأعلام والنوابغ في المجتمع طبعا من أهم من كتب في التاريخ كان أحمد بن محمد الرازي الذي ألف أنساب مشاهير أهل الأندلس أيضا عندنا عيسى بن أحمد الذي ألف تاريخ الأندلس وبن حيان مؤلفه المتين وأيضا له المقتبس من أنباء الأندلس إذن هذه أهم المؤلفات في علم التاريخ للأندلس إذا أتينا إلى علم الجغرافيا أيضا اهتموا بالجغرافيا لمعرفة المكان ودراسة طبيعة الأرض ومعرفة الطرق والمسافات يعني لأهمية علم الجغرافيا في الحياة اليومية والنشاطات التي يمارسها الإنسان لذلك اهتموا بها لممارستهم للتجارة لقيامهم بالنشاطات البحرية كما نعلم استخدام البوصلة والأسطرلاب والخرائط والملاحة البحرية كلها تحتاج تقدم وتطور في علم الجغرافيا ولربما أشهر الجغرافيين في الأندلس كان محمد بن يوسف الوراق وهو كان الأشهر على الإطلاق إذا أتينا إلى المجال التاسع وهو مجال علم الفلك وهو يرتبط بشكل أو بآخر بعلم الجغرافيا نجد أن أشهر من ظهر في هذا المجال كان ابن الزرقى أو الزرقالي كما يسمى أو يعرف والذي وضع الجداول الطليطلية التي تنسب إليه وهي عبارة عن حسابات طبعا سنتحدث عنها الآن كانت طبعا من أسس علم الفلك والحسابات الفلكية في أسبانيا طيلة العصور الوسطى طبعا جداول الطليطلية هي عبارة عن جداول فلكية استخدمت للتنبؤ بحركات الشمس والقمر والقواكب بالنسبة إلى النجوم الثابتة طبعا تم الانتهاء منها من قبل مجموعة من علماء الفلك العرب وعلى رأسهم ابن الزرقى أو الزرقالي كما يسمى وتنسب إليه طبعا وهو عالم رياضيات وفلكي وكان له اهتمامات بعلم الفلك على وجه التحديد ورصد حركة النجوم ننتقل إلى المجال الأخير والسادس وهو مجال الموسيقى والغناء أيضا كما قلنا كان البيئة والمناخ وجمال الطبيعة الموجود في الأندلس أثر على حياة الناس هناك وحياة العرب في الأندلس بالإضافة إلى الاستقرار والرخاء الذي ظهر في حياتهم ظهرت هذه الأنواع من الفنون كما قلنا الموشحات والزجل الأندلسي واستخدام الموسيقى ومن أشهر الموسيقين كان الزرياب الذي وضع الوتر الخامس على العود طبعا هذا كله كان ناتجا عن زيادة الرخاء المادي والرفاهية والاستقرار وجمال الطبيعة التي كانت تميز الأندلس والحياة فيها طبعا هذا كل ما يخص المحور الأول أخيرا المحور الأخير وهو التأثير الحضاري في الأندلس على أوروبا أعزائي الطلاب إن النهضة الأوروبية التي نراها اليوم وهذا التطور في مختلف مجالات الحياة التي وصلت إليها القرى الأوروبية كان بسبب الأندلس وكان بسبب المنجزات الحضارية التي وصل إليها المسلمون إذن أخذوا منجزات الحضارية الإسلامية وانطلقوا منها في علومهم وبدأوا يطوروا فيها حتى وصلوا إلى يومهم هذا وكانت الأندلسية حلقة الوصل وهي صلة الوصل ما بين الحضارة من الشرق إلى الغرب إذن الأندلس هي صلة الوصل التي نقلت الحضارة من الشرق إلى الغرب في كافة مجالاتها طبعا العلمية والأدبية والفلسفية والفنية وكل مجالات الحضارة لذلك يمكن أن نقول بأن أوروبا هي قامت ونهضت بفعل أو بسبب المجازات الحضارية الإسلامية وبدأت حركة الترجمة ويترجمون من اللغة العربية ويعتمدون على المراجع العربية الإسلامية ليقومون بنهضتهم وبذلك نكون طبعا وصلنا إلى نهاية أفكار الدرس اليوم بعدما تعرفنا على المجازات الحضارية بكافة أشكالها وأنواعها ومن ثم تحدثنا عن التأثير الحضاري على أوروبا لنصل إلى الختام ومعكم واجب للإسبوع القادم إن شاء الله هو في الصفحة 113 السؤال الأول والثاني وقبل الختام كل عام وأنتم بخير أعزائي الطلاب على أمل اللقاء بكم بخير بعد عيد الفطر السعيد إن شاء الله نلتقي بكم إلى ذلك الوقت دمتم بخير ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر